اهلا احبائي اذا اردنا ان نعرف رجل عظيم نعرفه من كلامه من هويته ومن حياته شخصية التقلية مع انه الهدف من هذه الحلقة مش الحديث عن شخصيات كتابية باسهاب بنعمة الراب وان شاء الله في حلقات اللي رح نعملها من الاراضي المقدمة من المواقع الكتابية اكثر عن الشخصيات الكتابية لكن انا اليوم عاوز اتكلم عن شخصية اليا بما يتعلق بهويته ونبوته الحقيقية وكيف ممكن انميز النبي الحقيقي من النبي الكاذب لاحظ اول جملة اليا مش معروف عنه يظهر فجأة في التاريخ وعلى فكرة يختفي ايضا فجأة في التاريخ فهو يعتبر واحد من اعظم الانبياء في العهد القديم اذا كان موسى رجل الله كليم الله شخصية عظيمة جدا اللي جاء بالنموس بالشريعة والوصايا العشر والشرائع والتقوس والفرائد واللي حرر شعبه من ارض العبودية من ارض مصر الى ارض الحرية الى ارض كنعان فيعتبر واحد من اعظم رجال الله لكن اليا النبي يمثل الانبياء ولاحظ موسى وإليا ظهران مع المسيح على جبل التجلي والتنين تكلموا عن يسوع المسيح وعن الغرض والهدف اللي جاء من اجله يسوع المسيح موسيقى